بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا التوتوريول الثاني بالمحور الثالث الذي بيعنوان Velocity Analysis معطى عندنا هنا Slider Crank Mechanism المعطيات كالآتي بالنسبة لطول الكرانك تساوي 100 مليمتر بالنسبة لطول الConnecting Route تساوي 400 مليمتر سرعة دوران الكرانك تساوي 10 radians per second في اتجاه عقارب الساعة وبالنسبة للPosition التي تضم درسها هنا هي تحديدا في زاوية 45 درجة المطلوب في البداية تحديد Instantaneous Centers of Rotation ثم بعد ذلك حساب Velocity of the Slider A وفي الأخير حساب Angular Velocity of the Connecting Route AB المعطيات كالآتي W OB تساوي 10 radians per second مسافة OB تساوي 0.1 مليمتر على طول ممكن حساب السرعة الخطية للنقطة BVB تساوي W OB ضرب OB تساوي 1 متر per second بالنسبة لل Instantaneous Centers of Rotation لابد في البداية معرفة عددها كم حسب القانون N number of instantaneous centers of rotations يساوي عدد اللينكات N ضرب N-1 تقسيم 2 نتحصل في الأخير على أنه عندنا 6 instantaneous centers of rotation حسب الرسمة هنا بي انسبيكشن البرمننت وال Instantaneous Centers of Rotation معانا واحد فكسيت هنا اللي هو ال-O والبرمننت اللي هي ال-B وال-A أورادي موجودين حسب الأرنوهولد كينيدي's theorem نرسم رسمة الدائرة ونخلي عليها النقطة رقم واحد ترمز إلى اللينك رقم واحد اللي هو ال-Ground النقطة رقم اثنين ترمز إلى اللينك رقم اثنين اللي هو الكرانك النقطة رقم ثلاثة على Circle ترمز إلى اللينك رقم ثلاثة وهو ال-Connecting Road أما بالنسبة للنقطة الرابعة فهي ترمز إلى السلايدر الربط ما بين واحد واثنين يتم من خلال البن I-1-2 I-2-3 ما بين 2 و 3 هي النقطة B I-3-4 ما بين 3 وال 4 اللي هي النقطة A وبالنسبة لل Instantaneous Center I-1-4 بما أنه السلايدر هنا يعمل حركة خطية مستقيمة ما في دوران فإن ال-I-1-4 ما يكون إلا موجود في الأنفينيتي باقي معنا اثنين من ال Instantaneous Centers وهو ما يربط ما بين الأول يربط بين 1 و 3 وهو الخامس وبين 2 و 4 وهو الستادس بالنسبة لل I-1-3 لابد في البداية المرور عن طريق 2 هنا فندخل هنا للنقر لنقر رقم 2 فهو بالضرورة موجود على ماذا؟ على I-1-2 I-2-3 فهو موجود على هذا الخط ضرورة ثم بعد ذلك نمر من خلال اللينك رقم 4 فيدخل معنا اللينك رقم 4 هنا فهو موجود على الخط الخط I-1-4 I-4-3 I-1-4 في الأنفينيتي I-4-3 هو النقطة A فالتقاطع يعطينا I-1-3 بالنسبة للسنتر رقم 6 يربط ما بين 2 و 4 فهو I-2-4 لابد بالمرور في البداية من النقطة اللينك رقم 3 فهو موجود على الخط I-2-3 I-3-4 I-2-3 هي النقطة B I-3-4 نقطة A وهي موجودة على هذا الخط ثم بعد ذلك نمر ضرورة من اللينك رقم 1 فيدخل معنا هنا I-1-2 I-1-4 فهو موجود على هذا الخط I-1-2 هي النقطة O I-1-4 موجودة في الأنفينيتي فضرورة موجودة على هذا الخط والتقاطع يعطينا ماذا؟ يعطينا I-2-4 By inspection ممكن معرفة مسافة I-1-3-A تساوي 0.46 متر و I-1-3-B تساوي 0.56 متر نحتاجها بعدين في الحسابات حسب القانون معانا V-A تقسيم I-1-3-A تساوي V-B تقسيم I-1-3-B ممكن حساب V-A مباشرة تساوي ماذا؟ تساوي V-B اللي حسبناه بالأول ضرب I-1-3-A تقسيم I-1-3-B يساوي 0.82 متر متر بر سكند عفوا بالنسبة للAngular Velocity of the Connecting Road A-B القانون كالعادة V-A تقسيم I-1-3-A تساوي V-B تقسيم I-1-3-B هي W-A-B فعلى طول W-A-B تساوي V-B تقسيم I-1-3-B تساوي 1.78 radians per second تساوي